اشتركوا في القناة هلو فادي شلونك شلون ساتج نورتنا أني سعيدة جدا للانتويان اليوم نحن أسعد وأول سؤال أسألك يا شنو يعني لك التاريخ بشكل عام وتاريخ العراق بشكل خاص لا التاريخ بالفكرة العام طبعا لا يمكن أبدا أن يكون هنالك حاضر دون وجود تاريخ ولا يمكن أن يكون هنالك مستقبل دون وجود تاريخ أكيد أي الحاضر اللي هو كان تاريخ وبالتالي أي إساءة إلى التاريخ معنى إساءة للحاضر وتشويه وإسقاط المستقبل وبالتالي فالتاريخ مفردة أساسية للحياة يجب الاعتناء بها والارتكاس عليها في الانطلاق إلى الحاضر والمستقبل أما تاريخ العراق تاريخ العراق يعني 70% من التاريخ الإنسانية لأنه 70% من المكتشفات الحضارية والعلمية والحياتية والبداعات الحياتية والإنسانية العربية وغير العربية كانت في العراق وبالتالي عندما تهتم بتاريخ العراق فأنك تهتم بتاريخ الإنسانية لأن قواعد الإنسانية كافة قد بنيت في العراق من أيام صومر إلى أيام بغداد العباسية طيب بما أننا نحن بفقعة البداية أغلب الشباب مفتقرين لمعلومات التاريخية فأنت شنو نصيحتك للشباب اللي هم اللي حيصنعون جين من ناحية القراءات التاريخية وشنو تنصحهم بكتب تاريخية والله هي الآن أكو كارثة اسمها التاريخ لأن السوشيال ميديا خرب كل شي وبالتالي كل واحد يريد صار هو مركز العالم وهو مركز الكون وبالتالي ماذا يفعل؟ سوينا صفحة ويقعد قال لك كتاب حتى قد يكون غير صحيح ويبدأ يعطي معلومات وبالتالي هذا الجيل الجديد يأخذ هذه المعلومات وبالتالي ضاعت الحقائق كثيرة ولم يعد للمؤرخين دور بحيث هناك الآن أطفال صغار ممكن يطلع يحكينا معلومات تاريخية ويطلع مؤرخ يحكيها السب والشتم يكون للمؤرخ يعني فأتمثل مرة قلت أنا الكارادة هذه جاءت من الكرد أو التشرت اللي هو يسحبون بالماء فسميت الكارادة أي المناطق الزراعية الذي تزرع بالكرد طالعا واحد شاب يتشي لابس وق بالطريق وديت برقص يقولون هذا شونه يقول كارادة الكارادة هي واحدة سبا كارادة خاتون ماتت ألف وثلاث شونه كارادة خاتون وشو تقول لهذا فات خمسة آلاف واحد طفل زعطوط سب وشتب بيه فإذن إذن 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 هذا التشويه التاريخ وافتقال المعلومات أيضا هو دي هاجم بدون ما يكون عنده خلفية معلوماتية عن هذا الموضوع كل واحد اللي يصير أنا وبالتالي الآن معلومات تاريخية واحد طلع قال ثم جاءت من تين مان واحد يقول مثلا هاو بي إنجليزية جاءت هاو بي جنوب حاصل وماشي بين تيجي تقول لهم لا هذا الجيل ما يصدق من بالجانب البهرجة والزعططة وغيرها وبالتالي ضعت وبالتالي أصبحت المؤرخ شبه مستحيلة للاسف طيب سواءنا الآخر شنو أخطر حقبة تاريخية بتاريخ العراق أو أهم حقبة تاريخية بتاريخ العراق من وجهة نظرك والله كل الحقبة التاريخية مهمة وكل الحقبة التاريخية أثرت تأثيرا كبير جدا وما نحن عليه ما هو إلا نتاج تلك الحقب الفترة العثمانية والعباسية والأموية والإسلامية والبابلية والسومرية والأشورية والأكدية كل هذه الحقب أثرت تأثير كبير جدا ولكن أنا أعتقد أخطر حقبة هي الآن التي نعيشها بالوقت الحاضر لأنها الآن شردمت والآن تشتتت وهناك تأثير كبير جدا من خلال الـ Globalization من خلال العولة من خلال الـ Social Media من خلال الأجندات الخارجية وبالتالي وهناك صراع سياسي وهذا الشيء كله جعل أن هذه الحقبة تكون خطرة جدا وعلى ضوء هذه الحقبة الخطرة سيتشكل عراق جديد يعني بعد 50 سنة سيكون العراق ليس هذا العراق استنادا على هذه الحقبة التي دمرت بشكل كبير جدا خصا بالزمن السابق والآن الزمن أيضا دمرت أكثر وأيضا السوشال ميديا وغيرها وضاع دور المثقف ودور العالم ودور المؤرخ ودور كذا ورجال الدين أيضا ضاعوا ما بين السياسة وما بين الأزالي وبالتالي لم يعد هناك قادة رأي ومؤثرين المسعة الضحية التي تسير والمصلحة السياسية والمصلحة الاقتصادية والأجندات الخارجية وأشياء كثيرة وبالتالي أعتقد أهم وأصعب وأخطر حقبة هي هذه التي نعيشها الآن وسيتكون عراق جديد على ضع هذه الحقبة الخاربة التي نعيشها الآن طب هل تعتقد أنه هناك تشويه لتاريخ العراق القديم من كل الشباب الهسل اللي داي تكلمون عن التاريخ؟ طبعا معلومات خاطئة هواي داي توردوها؟ جدا يعني الآن أي واحد تسئل على الفترة الملكية يقول لك الفترة الذهبية والفترة كذا هذا لحد ألف وثلاثة لا أحد لو تسأين ألف واحد كل متفقين عن فترة نظام قطاعي وجوع وفقر وهذا الآن من خلال السوشيال ميديا والأجندات قام بطلعوا لك مدرسة الراهباء طلعوا لك مدرشون وطلعوا لك بيت الخضوري لا راكب لسيارة وشوف شوال لقاط لابس وخمسة وتسئل بالمئة من عراقين عايشين بليسيان كان أكو قطاعي وماكو مدارس وماكوشي وكانت تفرقة وغيرها وغيرها الآن متسأل لي واحد يقول لك فترة الملكية ها أعظم فترة يعني وبالتالي هذا تشويه كثير جدا وهذول الناس الأطفال دولة ما دي عرفون الزعاطي دولة وتقولهم انت شمدريك يا بي شون شمدريك أنا كاتب 230 كتاب منها 50 كتاب على هاي الفترة يعني شون شمدرييني انت شمدريك انت شمدريك والله أنا قرأت بالسوشيال ميديات شفت صورة المدرسة الفل عليها وبالتالي هذا الجيل ضع وذلك شوه التاريخ بشكل كبير جدا بالإضافة له التاريخ الإسلامي مشوه بشكل هائل وبالتالي نعم التاريخ الحديث شوه يعني لحد الآن فترة النظام السابق الآن يسمون زمن الجميل يعني بنا زمن الإعدامات زمن أي شيء زمن هذا وبالتالي هناك تشويه كبير جدا للتاريخ من خلال السوشيال ميديات طيب دكتور احنا من شنا صغار كان أكوماد اسمها التاريخ والتاريخ كان بمضمون معلومات تاريخية قديمة لذلك أغلب الأجيال التسعينات يعرفوا المعلومات عن التاريخ معلومات دقيقة أما الجيل الحاضر هل تعتقد أنه الدراسة مالتهم مجهنة موفرية لهم معلومات عن التاريخ فهذا هو السبب بس السوشيال ميديا لا طبعا أيضا ابتعاد المدرسة المدرسة انتهت كان قبل المؤثر في الإنسان هو البيت والشارع والمدرسة والجامع والتلفزيون كان هناك تلفزيون واحد وهذا التلفزيون إذا حرف واحد به يختلف يتحاسب مدير التلفزيون تحاسب المدرسة إذا رفعوا نصب مو معلومة تاريخية أما إذا عطى معلومة غير صحيحة علمية وتاريخية واقتصادية لا يحاسب التلفزيون كلها وبالتالي كانت المعلومات ومو كان يقدم برامج كان يقدم علي الوردي ويد البدري كامل الدباخ فالشخصيات هائلة بالمجتمع وبالتالي المعلومة كانت تطلع على الصينة الآن الفضائيات تطلع وحدة إعلامية لا تعرف إعلامية مال شنو مجرد هذا طلعت هل هو الشونك وهذا معلومات خاطئة وقابلوهم أيضا معلومات مبتسرة وبالتالي نعم والمدرسة أيضا أزلت تقريبا جدا درس التاريخ أضم حل كثيرا البيت العلاقات الأسرية خفت يعني سيطرة الموبايل وأيضا الشارع الشارع تقريبا انتهى دور الثقافي والحياتي ولذلك انتهت لا التلفزيون مؤثر ولا البيئة مؤثرة ولا البيت مؤثر ولا مدرسة مؤثرة ولذلك بقى السوشيال ميديا بمساوئها وأخطائها وتراكماتها وسلبيتها هي المؤثر ولذلك تلاحظين هلالك تاريخ تاريخ جدا مشوه الآن للأسف بوجهة نظرك أنه هذه هي أخطر حقبة بالتأكيد هذه الحقبة ستكون لها تبعات كثيرة جدا مستقبلا العراق لن يبقى عراقا كما ترينه الآن بعد خمسين سنة للأسف طيب دكتور شون قدرت تكون موضوعي ومحايد وأنت توثق أحداث حساسة جدا أنت شخص موضوعي ومحايد بكل كتبك أو الأشياء اللي وثقتها بالتاريخ شون قدرت تكون بهذه الطريقة هذي هو صعب صعب جدا كلش صعب صعب إنسان يتخلص من الهوى حتى في عمليات الجراحة ترى أكبر جراحة بالعالم لا يمكن أن تقوم بجراحة البنتة لا يمكن أن تقوم بجراحة البنتة لأنني في عائلتي جراحة طبيبة بنتها أحسن جراحة نسائية لكن مثلا أحد أبناءها وابناء أخوة لا يمكن أن تقوم بجراحة فعلت زميل بالتالي الإنسان عاطفته لا يمكن أبدا أن يتخلص من الهوى صعب جدا ولكن نوبات أنت عليك أن تقوم نفسك بالتأكيد وهذه ما قد عمقك الثقافي ما قد عمقك الحياة الإنسانية وواجهتها لأنني كتبت عن تاريخ الأوروب بحوالي 45 كتاب وخلال 45 كتاب واجهتني أشياء كثيرة أنا مسلم مؤمن حاولت أن أكس ميل إلى الجانب يتفق مع مبادي بعدين قد اتلع اشتبتها اكتبت على ضو مثلا دعا أتكلم عن البحرية الإسبانية مثلا وقلت أنهم هاجل المحيط وإذا بأنهم يدعون القديس المسؤول عن المحيط عن البحار دائما كل القديس مسؤول عن شيء المسلم بساحتها قالت لهم دعوا معتقداتهم وبالتالي سكت البحر بعد هذه الدعوة مكتبت أنهم أهلا ضفت من عندي أنهم تصوروا بساحت تصور وبالتالي حاولت وهي طبعا مثلا بسيط أكو أمثلة كثيرة بما يخص تقييمهم للمسلمين يعني وجدت آراء دقيقة جدا يخص المسلمين في البداية كانت ممتعة بعد يقول لا هذا المصدر يجب أن يبقى وهي وجد تظر أوروبية هذا وجد تظر هو يعني مثلا نحن نشعر نأبو تشون القادر الثلاثة العشرين ضد الإنجليز نحن نعتبر بطل وبطل وبطل لكن الإنجليز ما نعتبره نعتبره عاصي ومتمرد وغيرها في وجهة تظرهم يعني بينما وجهة تظرهم تختلف وبالتالي الإنسان يجب أن يتخلص من هذا ولهذا واجهتني هذه القضية كثيرا جدا ولكن قل ما يتخلص منها الآخرين إلا اللي يريد يرضي ضميرها وعلميتها وربها في هذه الحالة فقط يمكن أن يتخلص من الهواء طيب جاني بسؤال بالي هس حاليا خاصة الشباب ما يعرفون معنى الدين كل شخص دي فاسرة بطريقة أخرى وأكيد هو يلتج أولي الإلحاد والأمور الصائفية الأخرى أنت شنو تعرف الدين من وجهة نظرك ما هو الدين الدين هو طريقة ربانية للحياة كثيرا من النظريات الموجودة وكثيرا من الأديان الوضعية أوجدوا نظريات الحياة دينية بس موضوعة الدين هو الطريقة الربانية التي يريد أن يريد الله أن تسير عليها البشق وبالتالي فهي طريقة قويمة وطريقة مأخوذة من قناعة الخالق بنا وبالتالي علينا أن نشذب هذه الدين ونسير بما يتفق مع الواقع ويتفق مع الإنسان لذلك هناك بقول الذي يتعارض مع العقل يتعارض مع الدين البعض أخذ يفسر الدين تفسيرات أخرى مثلا هناك متطرفين فسروا الدين أن آية السيف وعدوا لهم واذبحوهم وقتلوهم وحيث قفتموهم وقال لك خلاص نسخت كل الآيات وبالتالي يجب أنه المخالف لبرعي أقتل وذبح وذبح بينما توجد آلاف الآيات والحاديث ويتؤكد عن الإنسانية ومن حد حدته على غير مسلم يعني حرب من مجد بس تجاه واحد ممسلم لا يدخل إلى جنة هذه كلها والمسلم من سلم الناس من لسانه ويديه وغيرها وبالتالي كل هذه يتركها فالتأويل حتى أن الرسول رسول الكريم عليه الصلاة وعلى عليه السلام يقول أنا قاتلت على تنزيله يعني أنا قاتلت رسول محمد على تنزيل القرآن وذلك خاصف ذاك خاصف النعلي سيقاتل على تأويله قيل من يا رسول الله أبو بكر وعمر كانوا جاسين قالهم ذاك عليه فذهب أبو بكر وعمر قالوا أسمعت ماذا قال الرسول وهو طبعا يسوي بن عالم مكتوع ويسوي خاص في النعالم هذه مجدف البخاري ومسلم طبعا فقال الرسول قال عنك أنك ستقاتل على تأويله أبو 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 سوهي سامح من الرسول والحقيقة أنه تلاحظون الإمام علي قاتل على التأويل قول أنه فسروا تفسيرات الخوارج فسروا بطريقة معينة الأموية ومتلقوا بطريقة معينة وذلك المشكلة التي نعاني منها الآن هي تأويل القرآن تأويل الدين ولهذا الجيل الجديد من شاف هذا بالضافة إلى أنه هناك شخصيات رجال دين عندما سلموا مناصب معينة وصارت لديهم أموال أعطوا صورة أخرى غير حقيقية لرجل الدين البعض فذلك وأيضا الأجندات وأيضا المشاريع الأخرى وأيضا مشروع الإلحاد وغيرها وهناك مؤسسات عالمية أيضا سلطة ما يقول لك نعم أكون أضررت مؤامرة وخص على الشعب العراق مشكلة الكيان الصيوني هو العراق لو دمرت هناك جيل كامل ساذج لما تقول لك أنني ملحد تصور أنه أحد كلمة جميلة في نظر يتفاخرون بها يتفاخرون لذلك أنا من شفت هكذا جيل طبعا الآن أنا من تحكي بالإيمان يسب أنا بسوش لدي مئات الألوف مجرد أحكي على الإيمان والتقوى خمسين ألف وحد يسب وشت تنبير يا إيمان يا تقوى يا غيرها لذلك لم أسكت عندي أصدقاء مثقفين قلت لهم لماذا لا تكتبون قالوا نخسر المعجبين والمتابعين يتلقى يعني تخسر دينك وربك ونفسك على المعجبين تبا لهؤلاء المعجبين الذين هم ولهذا القسم زوى خوفا من السب والشتم أنا والله خلي سبه هو الرسول محمد سبه وشتمه وبالتالي اللفت موسوعة اسمها موسوعة عظمة الله من ثم الأجزاء عظمة الله في الجو عظمة الله في البحار في الفلك في الإنسان في الطيور في الحيوان في غيرها وهي علمية ما بها أي شيء ولا آية قرآنية بها بس كلها أشياء علمية تؤكد وجود الله سبحانه وتعالى وبالتالي يجب ليريد أن يكسب ضمير ويكسب شرفه ويرضي الله سبحانه وتعالى أن يقاوم أن يكتب لا يبحث عن فتاة الدنيا والله متابعين ولايكات وغيرها نعم لذا أسف طيب عدي سؤال شون تتعامل ويا التناقضات بين المصادر التاريخية المختلفة وأنت تكتب عن حقبة معينة جميل سؤال جميل جدا هي هي المشكلة الناس اللي تكتب عن الحقبة التاريخية الشيخ تاري اختار المصادر اللي تتتفق وياه هواه وأفكاره ومعتقداته وهذا وبالتالي اللي يكتب مثلا عن الفترة العباسية والفترة الأموية والفترة الراشدة شون دي المصادر تأيد رأيه أو رأي طائفته ورأيه هذا يكتب وذي شا ما يذكر وهكا وذلك تلاحظين مثلا عن موضوع واحد ممكن تلقين رسالتين ماجسيين أو دكتورة هذا يأخذ يمين وهذا يأخذ شمال هذا يطلع جدا رائعي وهذا يطلع جدا سيء هنا يأتي المؤرخ المؤرخ ليس منصاعا للمصادر التاريخية المشكلة هي أن بعض الكاتبين في التاريخ منساقون وراء المصادر أنت يجب أن تكون عقل حاذق يعني أنا ويوجدت مصادر ناقشتها وشفت أكو خطأ كبير جدا أنا واحد يقول أنه الفلاني كان شاهدا على الحدث لما نجحت لقيت هذا ميت وراء سبعين سنة فكيف كان شاهد فلغيته واحد يقول بأنه هذه وأثرت وقد قتل فلان هذا الشخص ميت بطريقة أخرى أو وغيرها ولذلك هنا يجي دور المؤرخ الواعي القار الذي يعرف أن هذه مصادر ترى مصحيح ويبحث أيضا هو طبعا جدت عن طريق البحر لذلك المؤرخ قضيته يناقش المصادر مو ينصع المصادر والله لقيت مصدر أنا مرة دعناقش رسالة ماجستير الطالب يكتب سطر بمديح ورافت خمس صفحات قال نعم وقدم وماذا تعال تقبل خمس صفحات كادم وقدم 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 خطار هذا يبثل عقليا قال هذا المصدر لقيته وقال ماذا تذهب وماذا تذهب وراء المصادر هي المصادر متناقضة أنت غير شغلتك نحن خوب لوري لماذا نسوي ورسالة ماجستير ورسالة موجود كمبيوتر دوسها طلعوا لي شكوا مكتوب عن فلان يطلع لي خمسية الف كتاب صح لكن أنت شغلتك غير لازم تناقشها غير لازم تقول تكتب بالحاشية نعم هذا رأي فلان مثلا أو هذا رأي غير أنت هاي واجبك مو تنساق وبالتالي المؤرخ يجب أن يكون حاذقا مناقشة للمصادر نعم طيب شنو أكبر تحدي واجهته وأنت تكتب أو توثق تاريخ العراق تحت الاستعمار البريطاني والله المشكلة كبيرة جدا وخصوصا الآن الآن أي شي تكتب على الفترة الملكية يعتبروه أنت ما دام الذم شي فهذه مشكلة كبيرة جدا حتى عد بعض الآن اللي خرجوا ماجستير يعني ولكن المشكلة الكبيرة التي كتبنا فيها هذه الفترة أغلب الذين كتبوا اعتمادا على المصادر العربية وهذا خطأ يجب أن تعود المصادر الإنجليزية إلى المصادر هذه هي الأساس المشكلة كتبت في الثمانينات الماجستير والدكتور ويرهاب كان ممنوع مصادر أجنبية ممنوع علي الوردي ممنوع كذا ممنوع كارل ماركس ممنوع يعني ما عندك عيش أيضا حالة حرب ما عندك مكانية تسافر أو تجيب الكتب أو ويرها وهذا كانت مشكلة كبيرة جدا واجهتنا بهذه القبرة اضطرينا نعتمد على سلوبنا الخاص في الاعتماد على أشخاص يروحون ويجيبون كتاب ويرها وكانت مشكلة كبيرة ولكن المشكلة أنه لما نكتب يعني بـ 70-80 عن الفترة البريطانية الحد في 1950 وجدنا القليل جدا منها مترجم والبعض منها مترجم بطريقة خاطئة مثلا أنا بالماجستير دا أكتب مثلا دا أكتب الموضوع عن أصبة الأمم قبل الأمم التحدة انتهت 1939 أمم التحدة قامت بعد 45 فرحت للوثائق العراقية قلت لهم امتوني اي وثيقة بالانجليزية عن League of Nations أصبة الأمم التحدة دا أكتب عليه فالرجل المسؤول حتى ذكر اسمه أبو عمار هو مسيح طبعا فسنسمي اسم عمار هذا العراقين فقل لي احنا مترجمين قال قال جبت البلاد وخلتني ترجمة قلت لماكو دا أقرى القائمة لا يوجد أي شيء عن عصبة الأمم قال لي لا أنا شايفها تعال شوف الليست ماكو بعدين قلت لطيني مجال أدخل للوثائق دخلت للوثائق طبعا ممنوع تدخل ويره ومنوع تصور مسؤولية لازم توقع على ويعني فد الشيء كثير فوجدت مصادر بالإنجليزي عن الليغ أوف نيشن بالمئات يعني مثلا ترجم لماذا ترجم ها قال لا نحن نحن لم ترجم فريقات هم جايبين واحدة خرجت إنجليزي ما عادة ثقافة ما تعرف رؤساء الجمهوريات من شسمهم ما تعرف أكو شيء أصبع الصوت المتحد ليغ أوف نيشن ليغ تيجي عصبة تيج جماعة تيج تجمع تيج نيشن تيجي شعوب تيجي أمم تيجي هذا فمترجمتها تجمع الشعوب هو عصبة الأمم الإنجليزية تتحمل أكثر المعلم هي لو كانت مثقية وتعرف أكو شيء اسم عصبة الأمم فضيعت عن حوالي 15 سنة ضاعت عن الطلاب تعالجي غير تعالجي قال مهير المترجمة خرجت إنجليزي لا ما يصير لازم درسوهم مسائل ثقافية ولذلك واجهنا مشكلة كبيرة جدا في قضية المصادر البريطانية في العراق بعد ذلك لأ أنا راح جبت من الخارجية الفرنسية كل المصادر البريطانية وبدأت أكتب بشكل كبير جدا واعتمت على هذا وسوت لمشاكل من جبتها وغيرها وأسئلة طبعا قبل كثير ولهذا كانت أهم من الموضلات أمام المجال يجبون المترجم يجبون المترجم ولم بالمجال يجبون ترجم هذا أهم شيء هناك مشاكل حتى في مجال الكتب نحن نلاقي مشاكل ترجمة غلط بين كتاب وكتاب في 73 صار تعيين في 73 74 صار النفط ارتفاع فصار قرار من الدولة أن يعينوهم كل الخارجين فالإنجليزي يكونوا مشمروهم خارجين من الدولة صغار كيف يعرف بالجانب الثقافة أو ولد يعرف فصار يترجمون ولذلك هذه واحدة من الأخطاء كان يجب أن يكون متخصصين للأسر طيب دكتور شنو أكثر كتاب أو الكتاب اللي تعتبره هو كتاب أعظم كتبك اللي أنت ممكن تشاهد به عن حقائق اكتشفتها لأول مرة والله شوفي على قولة عباس جميل الله يرحم المطرب قالوا له ياهم أغنية قالهم كأبنائهم فضحكنا على أطفال صدق يعني بعدين كبرنا قالوا هذا الرجل يعني كلمتا دقيقة أنه اللحن ما قدر فرق فأيضا كل كتاب خرج هذا جهد كبير جدا بس يمكن أهم كتبه هذا المشرق في تاريخ العراق القديم لأن هذا الكتاب هذا طبعا ألف تقريبا بالسبعينات يعني هذا ألفت بالسبعينات بس طبعت بداية التسعينات لم يكن مسموحا لأنه حقائق كثيرة لم يكن تتفق مع الوضع مثلا تتحدث على شخصيات كانت قاتلة وإرهابية ومعرف إيش وتتتفق ويهذا فلذلك كانت ممنوحة يعني وأيضا عني كتاب أيضا آخر رائع هو موسوحة الأحلام اللي أيضا فيها إشياء جدا جميلة وكثيرة وعندي أيضا كتاب اسمه الصحابة كما أفهمهم اللي هو عشر أجزاء يعني كل كتاب أخيت فيه خمسة من الصحابة وتوصلت إلى إشياء جميلة جدا ترضي البعض ولا ترضي البعض بس أنا خليت ولكن الجميل الجميل أنه الكتب هذه ما للصحابة كما أفهمهم الفقهة الوقف السني اشتراها كلها يعني هذه جميلة لأنه قلوا لي هاي قد ترضي البعض بالعكس يعني أنا الوقف عفوا الوقف السني الوقف السني اشترا كل كتفي الخاصة اشترا الصحابة اشترا كل كتفي يعني وزح أيضا على الجوانب خاصة بما خاصة الجوانب يعني الكتب الدينية فقلت إذن هاي يشوف هاي اكو لجان لجان كثيرة تدرسها وتشوفها فما بها إذن شيء خارج الهذا لو كان بها ما كان اشتروها الناس وبالتالي بالعكس يعني أنا وجدت لها قبول كبجدل لأنه رغم انه بها آراء قد تكون يعني مزعج هذا البعض طيب لحنا اخذ فاصل قصير ونرجع بفقرات النهاية انتظرونا ورجعنا وياكم من جديد ويا الدكتور علي وأكثر سؤال الآن شخصيا حب أنه أسأل لي لرجع بك الزمن هل هتكون مخرج سينمائي هذه حلم كان أنا كنت مراهق كان ثلاث أحلام هو أن أكون طيار مدني أو مخرج سينمائي أو قائد أوركسترا سمفوني هاي أحلام موسيقية وفنية وغيرها بس أنا كنت توجه ثقافي صرف حتى كان نناقشون يقول انت رجل فكر رجل ثقافي كنت حتى من المتوسطة يعني كنت نقاشاتي يعني معروفة يعني وبس بعدها كنت أتصور أنه ممكن أن تقدم من خلال السينما السينما كانت مؤثرة في العالم لأن أنا شفت الأوروبيين جدا متأثرين بقضية السينما وذلك عندهم موقف جدا للقضية الفلسطين والعرب وغيرها كنت أحلم أن أصير مختصرة مائي وأقدم أفلام عن العراق عن القضية الفلسطينية عن النضاء العربي مراحق يقرأ كارل ماركس ويقرأ تشيغيا فارا ويقرأ كل هذه الأشياء كل ذلك الثوريين العظماء كنا نقرأ لهم وكننا نتأثر بهم لذلك كنت أحلم أن أكون مخلصة وكنت دخلت حتى جبت آلات سينما بسيطة يعني محد كان بالسبعينات عنده مثلا كاميرا سينما أنا كان عندي كاميرا كان عندي أخ تلفزيوني كبير من مؤسسي التلفزيون فكان يروح لليابان يجيب الأجهزة والفرنسا ويجيب فقلت لجيب لي فجاب لي عدوات سينما فبالثانوية أنا وأخرجت فيلم يعني جبت الشباب وقالت لدي بني جابونا أخ صديق وحطناها في هذا وقال لي لم تظل على وجهها وقال لي ماذا لم تظل على وجهها لا لم يخل لم تظل على وجهها يلا فالقصد سويت أفلام حلوة يعني ومنتجتها وغيرها فكان حلو بعدين بدأت التلفزيون شفت التلفزيون أكثر تأثير بعدين دخلت في عالم السياسة ودخلنا في قضية السياسة والاعتقالات والمدريش بالسبعينات يعني وقالت لا هذا البلد يجب أن يقود ناس يجب أن يكون فكرا الفكر هو الأساس فانتبعت للفكر يعني ولهذا ظلت هذه أحلام الحلوة التلفزيون والسينما فتركتها فترة حد ما دخلت قلت أكمل الدكتورة يا الله كمل الدكتورة وأنا صغير جدا طبعا حتى كان عمري قريب جدا من عمر الطالبة يعني أذكر حتى من طب الأول درس الطلاب يقول لهم شكوش عندك فالقصد كانت بعدين من تفرأ أعود إلى الكتابة وأعود إلى هذا فرجعت أيضا أكتب عن السينما وذلك عندي كتب عن السينما عندي كتب عن الموسيقى عندي كتب عن الشياء كثيرة وكتب أيضا بالإضافة إلى توجه العام اللي هو الجانب الفكري والسياسي والتاريخي أما لو عاد بي الزمن هو سؤالك حتما عندما يعود الزمن مو بهذا العقل سيعود بنفس ذلك العقل المراهق اللي كان أعزف غيتار بالتأكيد هم كان فكرت بالسينما نعم نعم كنا مراهقين بالـ 14 والـ 15 كنا كنا عجبين وعجبين 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 وغيرها من الفرق اللي كانت موجودة فكنا نريد أن نصير مثل المراهقين وعجبين كنا نرى أفلام مثلا ما في الشوارع وعجبين مراهق مراهق وملكة إليزابيث تستقبلهم تنطي لقبساه فهذا شيء حلو والجمهور يمزق نفسه مراهق لنقبل بها الأقل فكنا نعزب نتعلم نتعلم كتار وكلنا نحن ملا فقط فقط فتعلمنا نحن مجموع ولد سماقيس والآخر أصوار الرياض نسيتهم قبل فترة طويلة فذلك سوئنا فرقة نحن بينها وين نعزب نعزب وجزرات وسطية في مصر الشارع الشوارع كانت بيها جزرات وسطية أو الثيل فنحن نعزف هنا ونعزف أيضاً وبعدين الأهل شون هنتو تنسفون كتار هذا عيب بعدين دخلنا جامعة لا شبنا نحن أكبر من هذه الشرطة بس هما الباقيين الثنائر الثنين اللي كانوا معايا اللي أنا علمتهم رحوا قلوا اللي خلوا نعزف قلت لهم لا العزف اللي التكسب وبعدين شون نو لكننا نحن نعزف فهنا نعزف فهنا نتونس رحوا وشتغلوا في نوادي وشنو 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 واحد أخرهم توفى اسمه نشهد توفى قبل كم سنة أيضاً كان معنا رحوا وحتى لم يكنوا جامعة أنا لأي من خط آخر بالنسبة لي هاي ونسا للتسلية فقط نحن نتكسبون ونوادي ومذشين وحفلات لا يعني المشكلة أني أنا أصغر أخوتي عندي سبعة أخوة الكل يمارسون دور الأبو علينا وبالتالي بس أنا أعتبرها فترة حلوة أشت مراهقة حلوة يعني جدا طيب ننتع للتاريخ شوية شن اللحظة اللي حسيت بيها أنه أنت فعلا أحداث تفرق في فهم الناس للتاريخ والله لحظات كثيرة أولا موضوع التاريخ كان موضوع ممل وموضوع حتى البرامج التلفزيونية أو كتب التاريخ محد يقراها وجدت أنه من من أيام الثمانينات يعني أو التسعينات كانوا يقولون مثلا المحاضرة عن تاريخية لدكتور راشمي أذكر مرة في أحدى النوادي والله العلي العظيم سأقولها وأنا صادق المحاضرة تبدأ ساعة عشر ليلة نادي اجتماعي بالسيارة قلت ليلة ماك واحد ببغداد ساعة عشر أيو الله شهر الواحد فطبيت للقاعة يعني السعر مات ولا أك واحد قلت لها أكبر خيبة أمل في حياتي بعدين طرعت لي ست وداد الله انتهى العمام هذه توفت ما عارف يعني فقلت لها وين الجمهور قلت لها ومن البلد طبوا بالقاعة فطبيت لقيت القاعة ممتلئة من ناس وعدوا امتحانات أبنائهم يعني فحسيت جد أكو اهتمام بالتاريخ وجد أكو والعب التاريخ وحسيت أنه الكل هسى الآن يعني عن حد البارحة يقابلوني سيدات خصوصا البنات اهتمة بالهذا سيدات كبيرات بس بذاك الزمان كان هي مراهقة عبر 13 تقولي أنا عندي كل التسجيلات كاسيتات وكل الأشياء التاريخية التي نكتبها النوت يعني الدفتر ويشوفونيها وجدت المئات يعني هذا الشخص فحسيت أنه أكو معلومات تاريخية كثيرة أنا استطاعت أن أغيرها وأثر فيها في الناس بهذا الجانب حسيت وذلك أنا مثلا أجمل مديح إلي هذا حكى لي أبو المطبع عني طبع كتبي فاليوم جاءت إمرأة عجوز شحاذة جدي هيدام نحكيها فقلت لها أريد طيني فلوس مال الغداء حاط لي كتب مالتي علميز درجة أستلمها يعني فباعت قلت لها منه كتب علي النشبي أيو الله بالمطبع موجود باب في باب معظم اسمه مهروف يعني جدا حاصل فاليوم أسوي لقاء قالت لزي ما تطين فلوس ما لدي فلوس طيني كتاب من الدكتور علي أقرأ قال هيتشي قالت لا أيو الله يقول أخذت من عندي وراحت قعدة هذا وهي ترجعانة ظلت تقربي هذا اعتبرت امرأة شحاذة وعجوز وجائعة أيو الله وكل حرف بالقرآن أنا أقصر على ذلك اعتبرت أعظم مديح في حياتي أنه هذه الإنسان الشحاذ الجائعة الفقيرة المشردة متأثرة بالمتواضع لله أنا وثريت تقرأ كتاب هذا اعتبرت أكو تأثير واعتبرت أكبر مديح في حياتي اختارت أنه تغذي عقلها نعم بس هي جائعة والإنسان الجائعة لا يرى شيء أمطي وكلة بعد ذلك ولكن هذا اعتبرت أهم تأثير في حياتي طيب شنو رأيك بعلي الوردي وهل أثر بيك علي الوردي أستاذي درستي وكانت علاقتي بي علاقة خاصة جدا والرجل كان نبه كان يقول لي علي أنت نصا أنت ستكون شيء بس دير بالك من كذا 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 ملاحظات التزمت ببعض وكاننا قريبين جدا ببعض وكان يسرني كان يتكلم عن شيئة خطيرة وأكثر واحد أثر في المجتمع العراقي هو علي الوردي أكثر واحد فهم المجتمع العراقي والعربي هو علي الوردي دعك من الأصوات النشاز هذه كل واحد يطوش يحجيل علي الوردي علي الوردي أكثر شخصية أدبية واجتماعية قادت الرأي وأثرت تأثيرا كبيرا في المجتمع العراقي طيب كيف ترون ترون مستقبل تاريخ العراق وفقة التحديات التي سترون ترونها تاريخ مقصود تاريخ المستقبل أو كتابة التاريخ كتابة التاريخ من خلال المؤرخين الجدد لا لا أنا في يعني حزن كبير في حزن كبير لأنه هناك معاحد تتخرج وجاء واحد طبيب بيطري راح قالهم أنا راح دخل معهد وصار يحكي أنبياء ماكو ماكو وهس أعظم شخصية يعتبر في التاريخ وفي العالم وهو رجل طبيب بيطري ويقابل ويحكي ويحكي أنبياء ماكو ماكو أيضاً الجامعات تتخرج عند أشوفهم عند درسناهم أخيراً في مستوى دون الوسط وبالتالي هؤلاء الناس الذين لا يستطيعون أن يحكمون حقماً موضوعياً أعتقد سيكتبون أشياء غير موضوعية وأعتقد مستقبل التوريخ التوريخ هي عملية كتابة التاريخ عملية التوريخ في العراق ستكون سيئة جداً وستشوبها الهوى والطائفة والدين والانتماء السياسي وذلك سيكتبون كتابات مشوهة جداً وذلك أتمنى أن لا أرى هذه الأيام أتمنى من الله أن يأخذ حياتي قبل أن أرى هذه لا أحباً لا أحباً سأموت كما أموت الآن عندما أرى فيسبوك ماذا يحصل وبالتالي للأسف للأسف أنا غير متشائم بالحياة ولكن أقولها حقيقة مرة طيب ممكن من خلال نصيحة إليك للمؤارخين الجداد تنطفى النصيحة ممكن يتغير الموضوع نحو الأفضل رجل الواحد لا يؤثر طلاقاً النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي أرساله الله ما استطاع إلا من خلال الصحابة أيضاً وبالتالي يحتاجوا إلى هذا المثقفين والمؤرخين أيضاً همات اندفعوا وراء الموجة بدأ يسكت عن الأراء الصح يقول لك خاف يحجون علي وخاف أخصر معجبيني وأخصر موقع السياسي وأخصر هذا ولكن مع ذلك أنا نصيحتي أنه التاريخ أمانة ويجب أن تكون الأمانة أمام الله يعني الله مثل ما أنت تكذب مثل ما تسرق الله سيحاسبك على هذه الأمانة أتمنى أيضاً قبل ذلك أن تقرأ تقرأ كل الأراء وعندما تقرأ كل الأراء والمتنوعة بالتأكيد ستملك عقلاً وعندما يكون لديك عقل وضمير ستكتب بشكل موضوعي هذه نصيحتي طيب ما دون لعبتها الشخصيات التاريخية في تشكيل تاريخ العراق هؤلاء شخصيات لعبة دور كبير في تاريخ العراق مثل فيصل أول لعبة دور كبير جداً الراحل عبد الكريم قاسب محمه الله لعبة دور كبير جداً في تاريخ العراق النظام السابق أيضاً بسلبياته أيضاً لعبة دور كبير جداً فيما نحن عليه الآن الحكام الآن الموجود الآن لعبوا دور كبير جداً في تدمير أيضاً واضح العراق وبالتالي هناك شخصيات كثيرة عبر التاريخ أثرت تأثيراً كبيراً جداً ولكن لو تسألين من هي أهم شخصية أثرت في التاريخ أنا أقول أهم شخصية في التاريخ كان هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام والشخصية الثانية التي أثرت وستؤثر وسيكون المستقبل لتأثيرها هو الإمام عليه الصلاة والسلام إمام الإسلام ما بها سنة وشيعة وبالتالي هذا الرجل لم يدرس بحث لم يدرس بحث يعني أنا قرأت نهج البلاغة عشرة مرات ألفت عشرة كتب يعني هس مرة قلت خلي أقرأ علي والمرأة ألفت كتاب عن المرأة علي وعلم النفس ألفت كتاب ألفت كتاب فهو باب مدينة علم رسول الله وهو تلميذ رسول الله ولذلك فقه رسول الله وعظمة رسول الله التي ظهرت بقرآننا المجيد لها باب آخر هو علمنا بطالة من ذلك هذا الرجل يجب أن يدرس ويدرس بشكل علمي سيؤثر تأثيرا كبيرا جدا في الإنساني وليس في الإسلام يعني تنصح بجميع الكتب الموجودة حاليا أنا أعتقد أنه أكو بيها أكثر من كتاب للإمام علي أكو اختلافات أعتقد ماكو أي خلاف ماكو نهجة بلاغة واحد واللي كتبوا علي نسخ مثلا جديدة لا 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 ماكو علي بيطالب لا خلاف عليه أشق السنة والشيعة واحد التساق السنة بعلي بلاي بيطالب كلتساق الشيعة أكثر اسم لدى السنة هو علي يعني وكما هو موجود عند الشيعة الاعتبار أنه علي بناء بيطالب هو الصحاب الجليل العظيم الكذا هذا ما بيختلاف المسيحيين كتبوا عن علي بناء بيطالب جورج جرداك كتب الكثير الأوروبيين كتبوا الكثير لا خلاف عليه على عقلية وعلمية عليه لا يوجد خلاف وبالتالي هو سراج منير أعتقد سيؤثر تأثيرا كبيرا جدا لو درسناه بطريقة علمية صحية طيب أفضل كتاب تعتقد الإمام علي هو كتابه لم يكتب كتابا هو كتبت نهج البلاغة بعد 250 سنة طبعا هو نهج البلاغة أعتقد المتوفرين حاليا نهج نهج البلاغة كتاب صعب طبعا جدا لغة قديبة القويمة العربية صعب جدا ذلك كثير من الناس يجوني يقولون قرأنا نهج البلاغة مفتهمنا مفتهمنا احتاج شروحات نهج البلاغة ما بي طائفية ما بي سنة الشيعة ما بي حنبلي وحنفي وماذا وشيونه هذا لأنه الحنبلي والحنفي والشافع والعذا كل مخذو من هذا السراج وبالتالي هو يتكلم عن الدين القويم ما بي يعني يعني لقراء السنة لقراء يبهر ويعتبره الشيعة لقراء والمسيحة لقراء والشافعة لقراء نفس الشيء وبالتالي هو سراج لماذا نقول نهج البلاغة لأن هذا المرحلة ما بيها خلاف ما بيها أفضلية ما بيها شيء وبالتالي ما بيها صراعة ما تكلم عن صراعة لما تكلم عن دينة عن الإنسان عن الصح عن الإخلاق عن شنو هذا نتكلم عني وبالتالي أعتقد هذا الشخصية ستؤثر تأثيرا كبيرا جدا في المستقبل طيب شون تنظر لمسؤولية المؤرخ في توثيق الأحداث بدون تزييف أو تحريف خصوصا بالأحداث التي ممكن تكون مؤلمة أو مؤثرة هو هذا دور المؤرخ سيدتي أنه يبتعد عن الهول لذلك قرأت مثلا كتب كنت سابقا أقرأ من شنط المتوسطة والثانية وشنط أقرأ بعد ذلك من كبارت شفت هذه القراءات غير صحيح قراءات شخصية قراءات قومية قراءات لأنني مسلم لأنني لم أشفتها غير صحيح ذات منحة جديدة لذلك كانت معجب كنت أقرأ لشخصيات اكتشفت هذه الشخصيات لم تتغلب على نفسها حقيقة وحتى اكتشفت أشياء أيضا كثيرة كنت أتصور أنها مبالغ فيها اكتشفت لا أنه أكو شغلات حقيقة لذلك المستشرقين البعض يقول المستشرقين شوهوا الدين شوهوا التاريخ السلام لا المستشرقين ليش بعض الأحيان أعتبرهم موضوعيين لأن المستشرق عندما يكتب لا يكتب بنفس سني وشيع وغيره وحنبلي وكذا وكذا يكتب بنفس متجرد تقريبا صح هو نفس هو مسيحي بس يكتب بنفس مجرد لذلك كتبه بشكل جميل يعني أكو آراء كتبوها عن التاريخ الإسلامي كانت كلش رايح ما به انحياز لذلك هذه الآراء تؤثر وبالتالي أنت شقد ما تتسع عقلك وفقك وقراءاتك كل ما تكون موضوع مثلا كنت سابقا أتصور بأنه ما يكتبه المسلمون عن المسيحية كان كل خطأ أكتشفت أكو جزء منها خطأ كبير جدا مو صحيح عن المسيحية مو المقصيد المسيحية كديد عن الفاتيكان مثلا لأنه بعدين أكتشفت لا أكو أخطاء كثيرة المسلمين ما كتبوها مثلا مثلا كنت أكتب عن شخصية البابا أليكزاندر بورتشية أو أليكزاندر بورخا حسب التعبير الإسباني وبورخا والإيطالي بورتشية أليكزاندر بورتشية بابا كانوا يكتبون عنه كانوا بابا يعني كأي بابا حتى العرب يتجنبون أن يسيئون إليه لكن من رحل وقراءات المصادر الإيطالية المسيحية تقول بأن هذا كان منحرف وكان عند علاقة سيئة مع بنته وكان رجل مرتش بعد ذلك من رحل الإسبانيا لقيت كتب كثيرة تتكلم عن أخلاق السيئة وانتهازية ورشاوية وغيرها فتكتب كثيرة كاتبها الإيطاليين والإسباني المسيحيين عن البابا أليكزاندر بورتشية جماعتنا لم تكن يكتبوها يقول لك خاف تعتبر أندل عقدة الخوف فشفيت أنه المؤرخين لم ينصفوا وأيضا ابتعدوا عن ذلك تقري كتابات كذا نقرأ سابقا هي خبطة عربية إسلامية ترضي الناس الموجودين وهذا غير صحيح طيب شو رأيك بعلم الجفر أنا ما أعتقد وهو هذا العلم يتكلم عليه الكثير يعني جفر جفر وأيضا تنبو وغيرها من الأشياء يقال أنه كناس متخصصين بي ويقال أكناس فيه كتب أنا شخصيا لم أقرأ هذه الكتب صراحة يعني لم أطلع على هذه الكتب يعني أنا رجل مؤرخ أؤمن بالوثيقة أؤمن بالمصدر الصحيح عندما أجد مصدرا صحيحا موثوقا أقرأ ومع ذلك ما أخذ كل شي بي لأنه كل المؤرخين المسلمين كان لديهم هوا كل المؤرخين المسلمين لو تأخذهم كلهم بذلك أنا أعتبر أصدقهم الطبري ليش لأن كل الذمة لأن الطبري ماذا فعل ذكر كل المصادر اللي يذكرها كل الأطراف المتصارحة وكلاني أحنا نحكم وذلك أنا أجد بالطبري كل المعلومات اللي يقولوها العلوين أو يقولوها العموين أو العباسين أو غيرها وغيرها وغيرها فوجدتها بالطبري الطبري يذكر كل شي حتى السيء يعني وذلك بينما أكون المؤرخين آخرين لا يأخذ الروايات اللي تهم طائفته فييجي هذا الطبري لا وبعدين يوصفون هذا كان كذا كافرا لأنه كان عند موقف كذا هذه المؤرخين تقريهم تجدين أشياء عجيبة الطبري ما عند موقف هذا كان كذا وهذا كان كذا وهذا كذا يقول كذا ذكر كذا كذا ويقال كذا كذا فأنت أمام فرشة معلومات تاريخية أنت وعقلك تستطيعين أن تستخرجين منها ما هو صحيح بعد أن تقاطعيها مع معلومات أخرى تطلعين وهذا دور المؤرخ دور المؤرخ دور صعب سيدتي يعني سالآن يجي محقق لو صارت جريمة قتل عفوا أو سرق الآن يجي المحقق هم يكتشف الحقيقة يعني هم صعب صحيح فما بالك قبل آلاف سنين وليقى نفت خمس أسطور هنا هنا وهذه الأسطور المكتوبة نصها تشدب أو تلفيق فدور المؤرخ صعب جدا صحيح شكرا جزيلا لوجودك ويانا ولنصائح العظيمة اللي أنت قدمتها إذا تحب تقول كلمة أخيرة قبل ما نختم والله أنا أقول بناء الحاضر المستقبل المستقبل يعتمد على التاريخ وذلك لكل أولئك الذين يكتبون بالتاريخ عليهم أن يتوخون الحذر وينظرون إلى الله وينظرون إلى ظبيرهم قبل ذلك قبل أن تكتب قبل أن تعطي رأيها عليك أن تطلع على كل الآراء وتتلقى الثقافة حقيقية بعيدة عن الطائفة والدين والاتماء السياسي بعد ذلك عندما تعطي رأيها تعطي رأيها يخدم شعبك ولا يضلله ولا يفرقه حتى نبني قاعدة عظيمة لبناء مستقبل العراق إن شاء الله شكرا جزيلا إليك دكتورنا وصلنا نهاية حلقتنا وأنتظركم في حلقة جديدة ومع ألف سلامة